بسم الله الرحمن الرحيم ده ملف داينامو فكرة تقايمة على ان هو بياخد كل الديمينشن وكل التكست ويخلي الخصاص تحتهم موحدة زي التكست تايز زي التكست فونت زي الليدر بوردر زي نوع الخط فهو بياخد الاتنين دول وبعدك اقول element of type هياخد كل العنصر موجودة في ال element of type دوت وبعدك يحطوهم في لستة دوت كده عند لستين فبيعمل فلاتين يعني بيخليهم لستة واحدة على اساس ان ما نعودش تكرر بقية الاوامر هقول هنا تكست سايز هياخد من هنا اسم العنصر اللي هيعدل فيه وهيشوف البرامتر نيم وليكم مثلا تكست فونت تمام ويديلو كيما اللي احنا محتاجينها وبعد كده مثلا اللي بعد كده تكست سايز هياخد البرامتر نيم بيبدأ ياخد الخصائص ويزبطها يعني معتمد ان انا بقول له الخاصية ديت البرامتر سيت بتاعها اعملها كذا وهنا برضو نفس الفكرة بيبدأ ياخد العناصر ديت ويبدأ يخليهم كلهم نفس الخصائص بحيس ان انت في برنامج الريفت تلاقي كل التكست وكل النصوص بها يتقرل بدل ما تلاقي فيه فنطاك كتيرة مختلفة